أحداث حلقة 17 من مسلسل خانة دهب توقعات وتسريبات تعالوا النهاردة نشوف مفاجآت قوية جدا حياة بتروح وبتقول لي ياسر إن أهلها خط أحمر قالت له ابعد عني وعن أهلي وبلاش الحركات اللي بتعملها دي شغل مش عندكو خلاص مش هشتغل وهزقته أما بالنسبة لأمير فاتصدم لما عرف إن اللي كان مقصود بالقتل هو أمير نفسه مش هايزن وإن الولد ده ما كانش قصد هايزن كان عايز يقتل أمير وطبعا اللي قاله يعمل كده هو ياسر فكان صدمته قوية جدا في ياسر وحيروح ويواجهه بكل حاجة عرفها بينما بيلاقي كلام بيحصل بين أبو صابرين وأبو رانا وكمان الحاج سامي عن الحلال والحرام وإن الحرام مش بيدوم والكلام ده بيأثر جدا في أبو رانا خاصة وإن هو قبل كده أخد دهب من راجل مش عارف أصلا هو جاي منين وممكن يكون مسروق وبياخده بسعر كويس وما يعرفش مصدره منين رغم أن الحاج سامي رفض إن هو يقبل على نفسه دهب زي ده مشكوك فيه إلا إن أحمد بياخده بسعر أرخص وطبعا إن ما بتيجي سيرة الحلال والحرام الكلام بيأثر فيه جدا وبتتوضت علاقة الصداقة بين أبو رياض وبين أحمد وبين سامي أما عن مينة فبعد ما بتعرف موضوع هايثم والنباعي الساعة بتاعتها بتروح علشان خاطر توقهه بكلام عزراء وبيحاول إن هو يفهم هالموضوع بتبدأ حياة بعد كده علشان خاطر تشتغل في المحل عند الحاج سامي وبتشتغل بكل ضمير وبتكون مبسوطة جدا بشغلها خاصة إن هي خلصت من ياسر ومن تصرفاته لكن حيكون أكيد فيه مواجهة حدة بين أمير وبين ياسر في أحداث الحلقة الجاية وبيزداد حقد وداد على صابرين بعد خطبتها من سالم ترجمة نانسي قنقر